اجتمع اليوم كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع دكتور محمد أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمتابعة موقف الطلاب المصريين الدارسين بالجماعات السودانية وده طبعا تعرفوا على طول تحرك السريع لأن انت عندك عائدين طلاب فلازم يكون فيه متابعة وحيعملوا ايه؟ أشار وزير التعليم العالي لأنه تم عقد اجتماع بين الطلاب المصريين الدارسين في الجماعات السودانية وقيادات الوزارة للتعرف على طلباتهم والإجابة على الاستفسارات الخاصة بمستقبل دراستهم أيضا الجماعية وقال الوزير أنه سيتم تحديد آليات التعامل مع الأزمة للحفاظ على المستقبل الدراسي لطلاب المصريين الدارسين في الجماعات السودانية وذلك عقب الانتهاء من دراسة كافة التفاصيل المرتبطة بالتخصصات الجامعية واللوائح الدراسية ونظم الدراسة وغيرها من التفاصيل الأخرى والتي تمكن من سرعة التجاوب مع الأزمة الحالية التي يواجهها الطلاب واتخاذ القرارات المناسبة التي تحافظ على مستقبلهم الجامعي طبعا هو ده دور المواطنة يعني صحيح ما حدث في السودان واللي نتمنى أن تهدأ الأوضاع لكن أولادنا وأهلنا طبعا أكيد لما بيرجعوا للوطن لازم يكون على طول أيضا فيه احتضان وفيه تفهم للوضع وفيه أيضا مساعدة بأنهم أيضا يحصل استقرار ويقدروا يكملوا مستقبلهم الجامعي ترجمة نانسي قنقر